السلام عليكم والسهلا بكم في فيديو جديد على قناة iMyPhone نقل البيانات من جهاز ايفون قديم الى جهاز ايفون اخر بيبقى امرسة وفيه اكتر من طريقة بتقدر من خلالها اللي انت تنقل البيانات من جهاز الايفون القديم الى جهاز الايفون الجديد ممكن عن طريق الايكلاود لو انت مثلا عندك نفس الايكلاود اللي على جهاز الايفون القديم تقدر تربطه اللي هو على جهاز الايفون الجديد وتنقل من خلاله البيانات ودوات بيحتاج لإنت تعمل أعادة تعيين لجهازك الآيفون دوات بعد شرقه لو أنت اشتريته موفتوح معك وشغال بالشكل دوات لازم تعمل عادة تعيين عشان تنقل البيانات والطريقة الثانية تقدر برضو من خلال برنامج الايتونس ودوات هيحتاج لإنت تعمل نسخة احتياطية من البيانات الموجودة على جهاز الآيفون الأديم عشان تنقلها لجهاز الآيفون الجديد ولكن في فيديو النهاردة جايب لك اسهل طريقتين تقدر من خلاله من اللي انت تنقل البيانات من جهاز الايفون القديم الى جهاز ايفون جديد بعد فتح الطريقة الاولى باستخدام البدء السريع عند استعادة الايفون الطريقة ديات مش هتحتاج لجهاز كمبيوتر ولا هتحتاج لواصلات لنقل البيانات كل اللي هتحتاجه لانت جهاز الايفون دوت لو انت شريء استعمال وشغال معك بالشكل دوت هتحتاج لانت تعمله عادة تعيين او استعادة لجهاز الايفون لازم تعمل فرمات لجهازك الايفون ده وتتمسح كل البيانات اللي هي موجودة فيه عشان تقدر لانت تنقل البيانات من جهاز الايفون الأجيم إلى جهاز الايفون الجديد هتدخل كده على الاعدادات وبعدين هتدخل على العام وبعد كده هتدوس على نقل وعاد التعيين بعد ما هتدخل على نقل وعاد التعيين هتختار من هنا مسح جميع المحتويات والاعدادات وبعدين هتظلك نوة مسح الايفون هتضغط على مسح الايفون جيد وهيبدأ كده جهاز الايفون النوعية يتعامل له فرمات ويتمسح كل البيانات اللي موجودة فيه هتستنى لحد ما يفتح معك جهازك الايفون جديد وتبدأ اللي انت تنقل البيانات من جهاز الايفون الى جهاز الجديد كده احنا انتهينا من اول خطوة اللي هي عادة تعيين الجهاز الايفون بعد كده هتبدأ اللي انت تعمل عملية النقل من جهاز الايفون الى جهاز الايفون الجديد هتختار كده اللغة بعدين هتختار الدولة واعتيجي عندك نوات اللي هي صفحة او شاشة البدء السريع اول ما تظهر عندك على جهازك الايفون الجديد هتنتظر كدهوات لحد ما تظهر اول ما تظهر عندك كده البدء السريع هتقرب الجهازين من بعض بعد كده هيبدأ يتعرف الجهاز الايفون الجديد على جهاز الايفون القديم من خلال خاصية البدء السريع واعتظلك القيمة ديت على جهاز الايفون القديم هتدوس على المتابعة بعد كده هيتظهلك QR دوت على جهازك الايفون الجديد هتاخد كدوة الجهاز القديم وتمسح الQR دوت بالقاميرا الايفون كده تمت عملية الاتصال بين الجهازين هتسيب الجهازين كده وريبين من بعد هتظهر عندك في جهاز الايفون الجديد شاشة نقل البيانات هتختار من النوات الايكلاود او من جهاز الايفون احنا هنختاره الجهاز الايفون يبقى نقل مباشر من جهاز الايفون القديم الى جهاز الايفون الجديد حيطلب منك النوات بعد كده اللي انت تدخل للقابل اي دي او الاي كلاود اللي موجود على جهازك الايفون الاديم بعد ما حتدخل الاي كلاود وكلمة السر حتدوس على تسجيل الدخول وكده بدأت عملية نقل البيانات وفي الوقت دوات انت ما تقدرش اللي انت تستخدم اي جهاز من الاتنين عشان لو استخدمت اي جهاز مش هتتم عملية نقل البيانات ممكن اللي انت بتحصل معك مشكلة على جهازك الايفون الجديد زي ما انتو شايفين كده اكتمل نقل البيانات وفي حالة لو أنت استخدمت جهازك الايفون القديم أو الجديد أو مثلا فصل منك شحنى أثناء عملية النقل كده هتفشل معاك عملية النقل وممكن تفقد بعض البيانات من جهازك الايفون القديم ولو حصلت معاك المشكلة ديت وما تمتش عملية النقل للآخر بكده هنروح للطريقة الثانية الطريقة الثانية هي استخدام برنامج دي باك لنقل البيانات من ايفون إلى ايفون إذا فشلت الطريقة الأولى كل اللي عليك دلوقتي اللي انت هتدخل على الرابط اللي موجود تحت الفيديو في الوصفة وتبدأ اللي انت هتحمل برنامج دي باك عندك على جهاز الكمبيوتر وتثبته بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هايزر معك بالشكل دو هتختار من هنا استعادة بيانات الايفون وهتبدأ اللي انت هتوصل جهاز الايفون اللي لديه بالكمبيوتر بعد ما هتوصل كده جهاز الايفون اللي لديه بالكمبيوتر هايزر معك بالشكل دو هتدوس على التالي وهتبدأ تختار البيانات اللي انت حابب تنقلها إلى جهاز الآيفون الجديد هنختار مثلا رسائل، سجل المكالمات، جهات الاتصال، الفيديوهات، مثلا صور، تطبيقات كل ديات بيانات تقدر اللي انت تنقلها من جهاز الآيفون الأديم إلى جهاز الآيفون الجديد بعد ما تنتهي كده من اختيار البيانات اللي انت حابب تنقلها هتدوس على مسح هيبدأ كده البرنامج في تحليل بيانات الآيفون بعد ما ينتهي كده البرنامج من تحليل بيانات الايفون هتبدأ تظهلك كل البيانات ينوط على البرنامج تقدر تحدد بقى البيانات اللي انت حابب تنقلها او لو انت حابب تنقل كل البيانات ديات اللي انت اخترتها هتدوس ينوط على الاستعادة الى الكمبيوتر بعد كده هتختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه البيانات ديات عندك على جهاز الكمبيوتر بعد كده هتدوس على استرجاع هيبدأ كده البرنامج زي ما انتم شايفين يفتح لك فولدر كده وات فيه كل البيانات اللي انت عملت لها حفظ في جهاز الكمبيوتر تقدر بعد كده اللي انت تطلع على البيانات ديت مثلا الصور الفيديوهات كل حاجة في النسخة ديت او النسخة الاحتياطية اللي انت خدتها من جهاز الايفون تقدر اللي انت تطلع على كل حاجة من البيانات اللي فيها ودلوقتي هنيجي للخطوة المهم اللي احنا ننقل بقى البيانات ديت لجهاز الايفون الجديد هنقفل كده الفولدر دوت بعد كده هنختار استمر الفحص نتائج المسح هيرجعنا مرة تانية على البيانات بتاعتنا اللي احنا اخترناها هنبدأ اللي احنا نشيل جهاز الايفون القديم من جهاز الكمبيوتر ونوصل جهاز الايفون الجديد بعد ما هنوصل كده جهاز الايفون الجديد هندوس على استعادة الى الجهاز هيبدأ كده ان هو يتعرف على جهاز الايفون الجديد هندوس على التالي هيبدأ مرة تانية ان هو يعمل تحليل البيانات ديت حيطلب منك هنا لو انت مشغل خاصية العصور على الايفون او تحديد الموقع هتعمل لها اقاف هنروحوا كده على جهاز الايفون وندخل كده على الاعدادات وبعدين ندخل على الابل اي دي بعد كده هتلاقي عندك هنا تحديد الموقع هتدخل عليها لو لقيتها شغالة بالشكل ده هتعمل لها اقاف هتطلب منك كلمة السر والابل اي دي بتاعك هتدخل كده كلمة السر للابل اي دي وتعمل اقاف بعد ما عملنا كده اقاف للعصور على الايفون هندوس على التالي وهنا البرنامج بيوضح لك انه هيتم اخذ نسخة احتياطية من البيانات دي هتوحفظها عندك على جهاز الكمبيوتر كشي احترازي مثلا علشان لو حصلت معك مشكلة بعد كده في جهاز الايفون ده واتبقى النسخة الاحتياطية دي موجودة عندك على جهاز الكمبيوتر تقدر ترجع لها في اي وقت هتوفر مساحة حوالي 6 جيجة على حسب المساحة اللي هي موجودة عندك اول انت هتنقلها من جهاز الايفون لديم الى جهاز الايفون الجديد بعد كده هتدوس على التالي ويبدأ كده البرنامج في استعادة البيانات او نقلها من جهاز الايفون الاديم الى جهاز الايفون الجديد هتسيب كده جهاز الايفون متوصل بالكمبيوتر لحد ما ينتهي البرنامج وبالشكل دوت كده انتهى البرنامج من نقل البيانات من جهاز الايفون الاديم الى جهاز الايفون الجديد هيفتح معاك جهازك الايفون بالشكل دوت هتدخل مثلا على الصور هتلاقي كل الصور اللي هي كانت موجودة في الجهاز الاديم هتلاقيها اتنقلت معاك على جهازك الايفون الجديد هندخل كده على الصور زي ما انتو شايفين نوات كل الصور اللي هي كانت موجودة عندي اتنقلت الى جهاز الايفون الجديد برضو بعندك بيانات مثلا زي جهات اتصال رسائل كل ديات بيانات هتلاقيها اتنقلت معاك من جهازك الايفون الى جهاز الجديد بطريقة سهلة جدا ومش هتحتاج لانت تعمل اعادة تعيين لجهازك الايفون ولا هتفكد اي حاجة من البيانات وبكده اكون قدمت لكم اسهل طريقتين لنقل البيانات من جهاز ايفون الى ايفون اخر اتمنى تكون استفدت من الفيديو وعجبك ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم اشوفكم الفيديو الجاي